حرية التعبير حرية التعبير في المغرب مكينة إلاح الدينما لماذا إلاح الدينما؟ لأن وفاد الـ 15 العام لدست محاكي مصدرات عقوبات قاسحة الكثير من الصحفيين ما تشدوك في الحبس؟ في المغرب موادع الحساسة هي ما يسمى بالخطوط الحمراء مثل الملكية والإسلام والأحداث الترابية حسب قانون الصحافة جاء الأفين وجوج المس بهذه الأمور كان يمكن أن يوصلك دريك للحبس حرية التعبير حق من حقوق الإنسان لا تدعيش مباشرة للعنف أو الكراهية أو شيء عندك الحق تقول لعجبك في أي موضوع يكون حمر أو خضر أو لأي لون والدستور في 2011 يدمن حرية التعبير للجميع وتماشياً مع الدستور الحكومة السابقة عهدت بالإصلاح وزير التواصل مصطفى الخلفي أعطى كلمته أنه سيخرج قانون جديد للصحفة خالي من العقوبات الحبسية ودارها في قانون الصحفة الجديد في 2016 بعض المخالفات مثلاً أو حق أشخاص أو نشر خبار زائف لا تدعي الحبس وبصفة عامة قانون الصحفة جديد لا تدعي الحبس نهائياً لماذا نزع؟ خطوة حمرة لا تدعيش؟ لا تدعيش ما يحدث من هذه الفصول الألفين وجوج التي تدعي الحبس؟ ترحله يعني تهزم قانون الصحفة تدع فيهم بعض التعديلات وتضعه في القانون الجنائي القانون الجنائي أصلاً كان فيه فصول أخرى مثلاً في حالة إيهنة مؤسسات أو إيهنة منطفين الدولة هذه الفصول لا تدعيش فيها مثلاً في 2003 الصحفي علي المرابط تحكم عليها ثلاث سنين للحبس بسبب المس بالنظم المالكي والوحدات الترابية وهذا ما ليس غير الصحفيين رأى أي مواطن كعب في 2008 مثلاً في 2018 عام أخذها عام ونص للحبس لماذا؟ تكتب الله الوطن البارسة في السبورة مثلاً في بلاسة الله الوطن المالكة ليس بمقدسات عام ونص وفي 2012 الحاقد المغني درابي المشهور دوز عام في الحبس تتاهموه بإهانة البوليس واحد الغنائي ونقولوا بعد المرابط ونقول هذا الدر الذي يعجبه البارسة أو الحاقد عاود قلوه نفس الهدراليوم ما سيقعه؟ ستشدوه ويعاود تتحكم علوم بالحبس غراد المرأة ستتطبق علوم القانون الجنائي ليس قانون الصحافة ما هو الفق؟ الحبس هو الحبس بعد إصلاح قانون الصحافة ليس ممزيئتش واختواة في الاتجاه الصحيح غراد الخطوة ليس كافية إذا أرد المغرب يكون منساجم مع الدستور وإضمان حرية التعبير النتب الصح ستطلغى كل عقوبات الحبسية في قضايا التعبير السلمي وفي كل القوانين لكي نسدو هذا الموضوع